حكينا بالمقطع السابق عن confidence interval وقالنا أنه يخبرنا إذا كانت النتيجة اللي يصلنا له هي نتيجة هامة إحصائيا إذا كانت ما بتقطع الواحد بس إن قطعت الواحد فهي نتيجة غير هامة إحصائيا الطريقة الثانية هي أن نطلع على P-Value P-Value إذا كانت تعادل أو أقل من 0.05 فالنتيجة تكون هامة إحصائيا إذا كانت أعلى من 0.05 فهي تعتبر غير هامة إحصائيا فالقيمة القط بوينت ما بقولوا عنها هي 5% يكفينا ربما هذا الكلام وفي كثير زملاء بيكتفوا بهذا القدر من المعلومات لو حبينا نغوص أكتر شو معنات P-Value ليش اخترنا أو شو هي بتعبر عن إيش الصراحة P-Value هي احتمال احتمال قيمة احتمالية لإيش هي قيمة احتمالية لفرضية العدم null hypothesis كيف بناخد لما بنجري دراسة نحن بنعمل فرضيتين فرضية العدم null hypothesis اللي بتقول مثلا أن الأسبيرين غير فعال في الوقاية من احتشار العضاية القلبية والفرضية البديلة alternative hypothesis اللي هي بتقول أن الأسبيرين فعال في الوقاية من احتشار العضاية القلبية منقوم بإجراء الدراسة ومنحاول نرجح فرضية على فرضية منحسب احتمال شو هو احتمال فرضية للعدم احصائيا إذا كان احتمال فرضية للعدم أقل من 5% فالنتيجة نرفض فرضية للعدم ومنقبل الفرضية البديلة اللي بتقول أن الأسبيرين فعال وبيكون النتيجة مقبولة احصائيا فكلما كان احتمال فرضية للعدم أقل كلما كان البي فاليو أقل كلما كان نتائجنا أكثر مصداقية فلما بقول البي فاليو مثلا 0.0001 معنا تهي النتيجة حتما حتما هي ما نتيجة الصدفة بالمقابل لما تكون البي فاليو مثلا 0.01 0.02 عفواً 0.1 0.2 عشرة مية وعشين بالمية فالبي فاليو هون أعلى من 5% وبالتالي فهي احتمال كبير أن النتائج اللي وصلنا له نتائج سببها الصدفة هل فينا نقول أنه مثلا البي فاليو 0.06 يعني 6% أو 7% أو 8% هل هي هامة احصائيا حسب المعترفة أو المقبول أن نقول هي غير هامة احصائيا فيه كتير ناس تنظر له بقول هاي النتائج يعني التريند خلينا نقول هي أقرب للصواب لو جمعنا حجم عيني أكبر ربما كانت البي فاليو نقصت لأقل من 0.05 ربما يكون هالكلام له حقيقة بس الواقع اللي يقول أنه نحنا بس إن كانت البي فاليو أقل أعلى من 0.05 فهذه النتيجة غير هامة احصائيا هذا اللي عندي عن البي فاليو وإن شاء الله يا رب يكون غطيت معظم الجانب الإحصائية ربما فيه فكرة وحدة احصائية ما غطيتها من غطيها بالفيديو القادم إن شاء الله السلام عليكم